السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ومازا شوكوا من مقطع جديد طبعا اليوم مقطع ها نتكلم عن الانتكة ثلاثين شخصية بعالم الانيمي حسب التصوط العالمي التصوط مأخذ من موقع رانكر فانو ما يدخل بالتصوط بس بقول راي على كل شخصية وكتب لنا رايكم بالكومنتات وتماني بدون تعصب وتقريبا اخر منصوبات توب 30 كان قبل شهر فمن زمام ما سوينا التوبات شاني لقول انت بس تسوي توبات 30 وكذا كررتوا الفكرة اخر مرة قبل شهر حاولنا نوقف منه ونزلنا محتوى ثاني فاحنا نحاول نسوي المحتوى اللي يجيب دعم لانو اغلب المحتوى ما كان يجيب دعم فعندك سلسة توب 30 كانت تجيب دعم كويس فعشان القناة تستمر لازم ندور مقاطع تجيب لان دعم كويس معايش اتطورت عليكم ونبدأ المكسل ساتين عندنا ساسكي ساسكي شخصية من الانيمي ناروتو طبعا هذا الشي كلنا نعرفه طبعا شخصية ذكية حسب كلامهم ما يشوف مرة صراحة ذكي ممكن انو اثكى من ناروتو واثكى من اغلب اللي بالانيمي بس ما هو شخصية عبقرية بس ممكن تكون موجودة معانا بالتوب لانو توب 30 وممكن الساسع عشرية عندنا بولما بقول لناس كثير هي غبية ما تسوي شي بالعكس هي مرة ذكية وتخترع اشياء كثيرة باختراعاتها اثكى من الاختراعات اللي موجودة عندنا احنا حاليا فلول الله ثم بولما كان عايشين بجهة لهم معانا اظن حتى البولما كانوا يساعدوهم وكذا فى يب انتقى ملكس 28 عندنا شيكاي نارا الي هو ابو شيكامارو بشوفه مرة مظلوم مفرض يكون على القال من التوب 10 فى يمكن انو شخصية ما ظهرت كثير ومظلومة فى انا حتوط بالملكس 28 بس بالنسبة لي اشوفه شخصية من الشخصيات العبقرية بعالم الانيمي خصوصا تخطيط القتال ملكس 27 عندنا جوهان ليبرت منيني مونستر ما تبعت اني مونستر فما قدر اقول لكم شي بالملكة ال 26 و 25 في غلط والموقع حط نفس الشخصية مركزين ما ادرش المشكلة شخصية كارما اكباني من اسسيشيشن الكلاسروم طبعا هذا هو ذكي بالدراسة وحتى بالاختيال وكذا وهم حاول اختال ومعلمهم فى شخصية ذكية واضافة اضافة مرة هي بالانيمي اللي يتابع الانيمي يعرف عن ايش كنتكلم ومنكسر الرابع عندنا كايوتو نو كانو الشمي والله سمورة طويل شباب ما عليش ما يعرف هو وما يعرف انيمي حقه ومنكسر الرابع عندنا شخصية مادرة الاسطورة اقوي شخصية بانيمي ناروتو لو ما جابوا حقون كاقويا والزحم حقات كاقويا اللي ما لها داعي بانيمي ناروتو ابدا الاسطورة مادرة مع ذكي الذكي وعبقري كمان خصوصا تخطيط حقه اللي 80 سنة ما ادري كم سنة بازل تخطيطه مرة عظيم ما بحرق على الناس اللي ما تابعوا الانيمي فهو شخصية مرة عظيمة وذكية ويستحق هذا المركز بالتأكيد وحتى يمكن استحق مركز اعلى على ذكاء وحنكته وخبثه وخبيث يعني ذكاء وخبيث شوي نتقى من مركز 22 عندنا رينتارو اوكابي من ستاينزغيت مخترع مايكرويف يردع الزمن فذكي يعني ما اشفه يستحق هذا المركز استحق مركز اعلى من كذا بكثير بس غريبا نحطين مركز 22 ومنكسر واحدة عشرين عندنا كروبي كمن انيمي هنتر اوكي هو الذكي بالقتال وكذا وعنده استراتيجيات حلو بس ما اشوفه مستحق يكون اذكى من رينتارو او كابي ما ادري ما اخترع شيء او الذكي قتاليا وليس ذكي مثلا علم وكذا يب منكسر عندنا رتيمارو من جد من اذكى شخصية ناروتو خصوصا اختراعات حقته وميتسوكي واختراعات مرة كثيرة مسويها رتيمارو فيب يستحق هذا المركز بكل جدارة ومنكسر طاعش عندنا تايسو الشيبا من انيمي اسمه مرة طويل زيب لي صورته قدامكم ما تابعت ذا الانيمي تقيم الكسر 18 عندنا ادواردو اذك ما ادري ايش يسوي هنا ادواردو ايش سوى البنت اللي بانيمي فلمتل يلي صنعت له يده اذكى منه اظن ما ادري اش سوي ادواردو مستغر بالصراحة من تقيم الكسر 17 عندنا ايزم انيمي بليت طبعا المخطط حقه يلي تابع الانيمي يعرف كتيش رهيب ما بحرق انه هذا الشي مرة سطوري وانا حركت على نفسي حتى قبل لا شوفه مخطط عظيم مرة اي واحد تابع بليت مع اني ما تابعت بليت ما وصلت له لحظة ايزم بس انه انحرق عليه ووقفت تابع بليت بس المخطط حقه عظيم من جد من اذكى المخططات بعالم الانيمي كله مركز 16 عندنا سباستيان من انيمي بلاك بتر اول خادم الاسود وما تابعته فانتقى المركز الخامس عندنا الهوكاقي الرابع او ميناتو نامزاكي اوكي شخصية ذكية هو اظنى اللي اخترع رسينغن ويعني شخصية كانت رهيبة الصراحة بس مات قبل ان نشوفه اصلا بدأت الانيمي قبل ان يبدأ الانيمي وكويس انه ما بحرق فاللي ما تابع ناروتو معني اتاكد 90 مليون من متابعين القناتنا تابع ناروتو مركز 14 عندنا كورو سنسي من ايمي اساسي نيشن كلاسروم اوكي اه فصل الاغتيال ما اشوفه مارش خصية ذكية ما ادري اللي يحطينه هنا صح انه معلم وكذا بس ما اشوفه مارش خصية ذكية مركز 16 عندنا ارمن طبع ارمن شخصية ذكية ومخططات راهية بس اظن ارون اثكى منه بكثير مراحل فيب اسعار من موجود معنا بمركز 16 وانتقى مركز 12 عندنا سورة من انيمي نو قيم نو لايف طبع اي واحد تابع نو قيم نو لايف يعرف اللي سورة موجود هنا لانه ذكي بالالعاب زي الشطرانج وكذا والاخ فشخصية ذكية بس ما اشوفه استحق مركز عالي زي هذا مركز 11 عندنا اسطورة ليفاي اشوف ليفاي ما هو ذكي قد انه مبدع بالقتال فما ادري حس ما يستحق يكون مركز 11 ارمن اثكى من ليفاي من وجهة نظري وكي ليفاي صح انه شريع بديه وذكي بس ما اشوفه استحق مركز عالي من ارمن ارمن مخطط اكثر من ليفاي فيبمع انه ليفاي قوي قوي بس ما هو ما هو بذكاع عالي مركز العاشر عندنا كاشي شخصية ذكية بس ما اشوفه استحق المركز العاشر ابو شاسمه شكاماروث كمنه بكثير اي واحد تابع ناروت اتفك بهذه النقطة بس يمكن لك انه كاشي محبوب اكثر فالعاطفة غلبة تأغلب الناس اللي صوتوا مركز التاسع عندنا كوسكي ارهارة من انمي بليت طبعا قلتلكم انه تابعت بليت بس مو كامل فما ادري باي لحظة صار ذكي بب 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 بس من بداية الانمي كان ذكي بس مو لدرجة انه يوصل المركز التاسع فاكيد تسوي شي بالانمي خلاس للمركز التاسع ما ادري عنه انا فالتابع بليت اكتبوا لنا نفسي مرة تابع بليت وكمله بس متكاسل مركز الثمانية عندنا كونون ايدوقاوا يلي مظلوم الصراح انه موجد بالثامنه يشوف يستحق من توب ثري 100% كونون يلي تابع انمي كونون يعرف قديش انه كونون مرة ذكي يعني يحلى لك الجرائم حتى يعني اطلق شخصية بانمي كونون ومن اطلق شخصيات تبعان مني بالنسبة ليه بس لا اسف هنا مركز الثامن ومركز السابع عندنا اتاتي اوكي ما شوف اتاتي صفر بالمية نسبة انه كونتكا من كونون مرة مستحيل فمظلوم الصراح كونون ويتاتي اوكي اشخصي رهيب و قوية و كده بس ما نشوفه مره ذكي اوكي سوا مخططات عبقرية بس ما هو بالذكاء اللي خليه اعلى من كل اللي معانه ممكن اعطين مركز العاشر ال 11 والسابع اشوفها كثير عليه مره مركز الثالث عندنا شيرو من ايه من نوغي من ولايفي اللي ما ادريش تسوي هنا اوكي صح انها ذكية بس ما نشوفها تتعاقل مركز الثالث ابدا فالفانز مدري اللي هم سوطين عليها وهي طبعا اذكا من اخوها بمركز الخامس ننتقل الى اخوها اللي هو اللي قبل شوي صورة وننتقل مركز الخامس عندنا نير من ايه من ايه من ايه من اثنوت طبعا نير انا شوفه شخصية ذكية هو اللي بالنهاية اوكي اللي ما تعود اثنوت يقدم بحرك هو اللي مسك الايت بس طبعا مساعدة من ايه من ايه لانه ايه اللي اللي توصل لأشياء جديدة لا ايه شو اسمه نير اكتشف منها انه لايت هو اله هو كيرة فنير ذكي وحتى اظن الكاتب صراح ما انا متأكد من تستطيع بحل حدي اخوها بذمتي بس اظن الكاتب صراح انة نير depois on un use YI meta like انلا appeared ما انا اتكد من التصريح بس انه الكاتب صراح شيءborn bossy اروح وابحث عنه حقا بذاكرتها اذا ما خانتني الانه قال نير اثكا من L و اثكا من nav only light 1 فما انا اتكد والله الواق hub médiو ما او متأكدوا من التصريح بس نير شخصية ذكية وتستحق هذا مركز ويمكن تستحق هذا المركز عادة والمركز الرابع عندنا شيكاميرو نارى شيكاميرو اكي مرة ذكي بس ما ادرش يسوي هنا الصراحة عندك مثلا نيرس يستحق اكثر منه وشخصيه الثاني يستحق اكثر منه بس يكامارو مخطط وستراتيجي فعليا نثقى شخصيه بناروتو بعد ما مات ابوه طبعا فهو اللي ورث ابوه وصار مكان خصوصا بني مبورتو صارت القرية اغلبها تعتمد على ذكاء وستراتيجياته وناروتو مر ما اعتمد عليه بكاهوكاقي المنكساتات عندنا لوش لامبارك اوكي ماذا تقول بطبل كثير قدمو يلي ما يتابع كود قيس بقدمو باخذ راحتي بالحرق يلي ما يحب كود قيس بطبلو والكس الثالث للوش على اسطورة للوش العبقري للوش يستحق المركز الاول بالراحة اوكي للوش كان اكثر شخصيه اكرهه بعالم الانيمي والحين اكثر شخصيه احبه بعالم الانيمي شخصيه عبقريه خصوصا لما يوم مات والخطة حقه تموتوا عشان الناس يحب شخصيه زيرو بس انو كرهته بس بعدين رجع الحياة بالفيلم وصارت قص كثير لزبجة فلوش عبقري خصوص انو هو اللي رفع الجيش هو اللي يساعد بان ترجع دوله مرة ثانية بدال الحكم البريطاني وكانوا مستعمرة مجرد مستعمرة مع لوش رجعت دوله قوية المنكس الثاني عندنا لايت طبعا لايت والاول اكيد ال فحسب تصريع الكاتب اظن زي ما اقلت لكم وشي قال لايت اذكى من ال وكذا بس من وجهة نظر اشوف صراحة ال اذكى لانه ال ما كان عنده اي دليل بدى من الصفر من الصفر وتوصل حتى بالنهاية الى ال لايت هو اصلا لايت بدون مساعدة ذيك السعر هو الصفر اللي كانت بالانيمي اللي معاه الشنقام يريم فما كان حينجو لانه هو استعمالها وتساعد معاها عشان اللي ما يكفطهم فالصراحة ال اذكى من لايت بين وجهة نظري ما اذري من وجهة نظركم انتو اش تقولي بس لا ال اذكى لانه عارفي اللي ما عنده اي معلوم ما عنده اي دليل وعلى طول دخل وكان تثبت انه من البداية بدى بخمسة بالمئة انه لايت اصر على هالذي خمسة بالمئة ونهاية طلع من جهة هالذي الخمسة بالمئة عبارة عن مئة بالمئة وهو من جهة كيرا فلو تحطوا نفسكم مكان المحقق بالصراحة صعب جدا انك تكشف مجرم لانه في كم ملايين الناس باليابان ايش جراهوا اي واحد كيرا وحتى يمكن مو من اليابان من بره اليابان اللي قاعد يسوي الجرائم هذي ويكفي حركته بداية الانيميوم حط واحد كاتبه باسم ريوزاكي ال مدري وشو وذبحوا خلى كيرا يذبحوا وعرف انه قدرة كيرا كيف تشتغل وكذا فالعبقري عبقري عبقري استحق المركز الاول بجدار كائث كشخصية بعالم الانيميوم وهني كاتب Death Note كيف خلق شخصية ذكية زي هذي فهني الصراحة وانيميوم مرة هي Death Note انصح اي واحد ما تابعوا يتابعوا وبس هذا كان مقطعنا تصلع النبي ومعس